تزامنا مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام وتوعية للموظفين للالتزام بالمبادئ والقوانين المسييرة للخدمات العمومية نظمت النقابة الوطنية لخريج المدرسة الوطنية للإدارة من أجل ديناميكية الإدارة في شات مؤتمرا نقاشيا تحت عنوان مبادئ وأخلاقيات الموظفين في الإدارة وأطر هذا المؤتمر قدام خريج المدرسة الوطنية للإدارة حيث تناول جميع القوانين والتشريعات التي تضمن للعمال حقوقهم والالتزامات التي يجب أن يتحلى بها كل موظف سواء في القطاع العام أو الخاص وتطرق هنسو هارا إلى المهنية التي يجب أن يتمتع بها الموظفون العموميون وقال الكل مسؤول ويجب أن يتحمل مسؤوليته مضيفا بأن الحكومة في العام 2010 وبدعم من البنك الإفريقي للتنمية أطلقت حملة لتوعية العمال بالأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها كل موظف واستدل بعدد من القرارات المتخذة في هذا الشأن والتي تحدد مهام العمال العموميين لا سيما إصدار القانون رقم 17 المتعلق بعمل الموظفين المدنيين في القطاع العام والقانون رقم 31 للقطاع الخاص متطرقين إلى الإصلاحات التي شهدها هذين القطاعين ليفتح باب التساؤلات إلى الحضور لتقديم أسئلتهم واستفساراتهم حول المواضيع التي تطرق لها المحاضرين فيما يتعلق بالخدمة العامة وعمال الدولة وفي ردهم على الأسئلة قالوا إن مشكلة سوء إدارة الموارد البشرية هي ما تعيق تقدم هذا القطاع